حكايات قصص من واقع الحياة لأول مرة سمية الألفي تكشف تفاصيل علاقة ليلى علوي وفاروق الفيشاوي تحدثت الفنانة سمية الألفي عن العلاقة العطفية التي كانت تجمع بين زوجها الراحل فاروق الفيشاوي والفنانة ليلى علوي حيث أكدت أن علاقتها بالفنانة ليلى علوي لم تتأثر بالعلاقة العطفية التي جمعتها بالفيشاوي وأنها لم تكره أبدا أي من النساء اللواتي جمعته بهن علاقات عطفية وأوضحت الألفي خلال لقاء تلفزيوني أنها خلال تصوير فيلم الموظفون في الأرض مع ليلى علوي تحدثت في الكواليس عن الفيشاوي مضيفة كانت هي خلاص علاقتها بفاروق انتهت وأنا كنت عارفة فاروق نجم خفيف أوي وكنت بعرف على طول حتى من غير محتي أولي وأضافت كنا في بريكم رايحين أنا وهي على السرير جنب بعض قالت لي على فكرة أنا بعد ما عرفت كويس وقربت منك وقربت من فاروق وعرفته كويس يتعملك تمثال في مدان التحرير قلت لها ليه يا ليلى ده فاروق لذيذ قالت لي آه هو لذيذ بس متعب وشأي قلت لها آه قالت لي أنت كنت مستحملة ده ازاي أكدت سمية الألفي أنها لم تنزعج من ليلى علوي بسبب علاقتها بالفيشاوي مضيفة ليلى لما رحت المسجد في وفاته جد حضنتني وبتعزيني وقتها طلعت مني كلمة غريبة أو ما عرفش ازاي قلت لها حبيبنا راح وبكينا إذا أعجبك الفيديو لا تنسى علامة الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك كل ما هو جديد حكايات قصص من واقع الحياة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر